أصحابه وقال يخرج من ضئضي هذا فتكلم فيه عليه الصلاة والسلام وحذر منه ومن أمثاله فقال يخرج من ضئضي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام والعلماء والصحابة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك حذروا هذه الأمة من الفرق فخرجت الصوفية حذر منها العلماء الإمام مالك والإمام الشافعي وأيرهم من العلماء وخرجت الشيعة وحذر منهم الصحابة رضي الله عنهم وحرقهم علي وخد لهم الأخاديد وخرجت الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنهم وكان هذا منهج العلماء ومنهج أئمة الإسلام وأئمة الدعوة السلفية التحذير من الجماعات الخارجة عن جماعة النبي عليه الصلاة والسلام المفارقة لهديه عليه الصلاة والسلام حذر الإمام أحمد من الجهمية والخارج والمرجية والقدرية ما ترك فرقة من الفرق الضالة التي عاصرها رحمه الله إلا حذر منها وحذر من أعيان المبتدعة عليه رحمة الله وكذلك الأئمة فقال العلماء إذا حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من الفرق ومن الأحزاب قبل أن تأتي فمن باب أولى كما ذكر ذلك العلامة محمد ابن هاد المدخل حفظه الله قال من باب أولى أن نحذر منها نحن لأننا قد رأيناها يعني إذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفرق ومن الأهواء ومن الجماعات من قبل أن تأتي أفلا يجب علينا نحن أن نحذر منها وقد رأيناها بأعيننا وشاهدناهم يضلون الأمة ويزيغون بهم عن طريق الحق وعن طريق الهدى الذي رسمه لهم نبينا عليه الصلاة والسلام فقال كما في حديث الإمام أحمد في المسند من رواية عبد الله بن مزعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال وأشار إلى الخط المستقيم قال هذا صراط الله وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه وعن شماله قال هذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فهذا من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الفرق وكذلك في حديث العرباط ابن سارية رضي الله عنه الذي ذكره الأخ المتحدث من قبله قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا ما الحل نحن زي ما بقولوا عشنا وشوفنا كويس الحل شنو الحل قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجف وإياكم ومحدثات الأمور فالتحذير من محدثات الأمور تحذير من المحدثين ومن المبتدعين لأنه لا يعقل أن يحدث أمر من غير محدث يعني ما في بدعة بتطلع براكدة إلا زلكم قالها صح ولا غلط وإلا تكون في جماعة قالتها شأن هذا الرسول حذر من البدع فحذر من أهلها من باب أولى لأنهم هم الذين ينشرونها وقال عليه الصلاة والسلام كما في مقدمة صحيح مسلم سيكون في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم فحذر عليه الصلاة والسلام من أهل البدع ومن أهل الضلال في غير ما حديثه وما لم نذكر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام أكثر أكثر وكذلك الأئمة ومن الفرق التي ابتلينا بها في زماننا هذا الطرق الصوفية وهذه الطرق الصوفية المنحرفة عن صراط الله المستقيم وعن هديه القويم هذه الطرق قد حذر منها الأئمة من زمان الإمام الشافعي فقال فيما أورده ابن الجوزي عليه رحمة الله ونقله البيهقي أو رواه البيهقي كذلك عليه رحمة الله في كتابه مناقب الشافعي قال ما تصوف رجل أول النهار إلا وأتى عليه الظهر وقد صار أحمق من زمان الإمام الشافعي الإمام الشافعي قال لك زولي بقى صوفي الساعة 12 صلاة الدور تلقى أحمق ما فهم أي حاجة في الدين ولا فهم حاجة في الدنيا كويس وكذلك غيره من الأئمة كما حذر منهم الإمام القرطبي الذي يتمجح به حمد المنتصر علي زيرك يقول لك ما قال الإمام القرطبي في تفسيره قال ابن عباس كذب ساكت ما قال ولي حاجة كذب ترجع للقرطبي تلقى ما قال يعني زي ما قال في تفسير أعمنتم من في السماء قال قال الإمام القرطبي في تفسيره عن ابن عباس أي الأمين جبريل عليه السلام كذب ما قال كذب ساكت ما في ما في كلام زيدا ده الإمام القرطبي قال في تفسير الآية من سورة تفسير الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدياء فذكر في تفسير الآية هذه لأهل العلم قولين قال منهم من قال المكاء والتصدياء التصفيق والتصفير قال وذكر قولا آخر قال المكاء الضرب على الأيدي التصفيق برضو قال والتصدياء الصياح قال وعلى كل القولين أو على كل التفسيرين ففيه رد على الجهال الصوفية الذين يصعقون ويرقصون ويصفقون وكل هذا منكر منكر مشين أو كما قال عليه رحمة الله ونقل أيضا في تفسير الآية في سورة تاه في قول موسى لأخيه يارون ألا تتبعني أفعصيت أمري قال نقل عن الإمام الترطوشي المالكي قال سألوه عن الصوفية قال الصوفية عطالة وجهالة وضلالة ده العلم يعني الكلام ده نحن لما نجل نتكلم في الصوفية ونتكلم في الأخوان المسلمين ونتكلم في الفرق المضلة الضالة لما نتكلم فوق عندنا أئمة وعندنا علماء اقتدينا بهم في ذلك ودلونا على ذلك بكلام الله عز وجل وبكلام رسولنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فالصوفية منهج منحرف والأئمة من زمان الإمام الشافعي قد حذروا منها كما نقلت لك وذكرت لك حذروا من الصوفية رغم أنها لم يكن عندها من الضلال ما عندها اليوم من الضلال زمان كان عندهم رقيص كويس ومدايح زهدية يعني يزهدوك في الدنيا بطبلوا كذا وسئل الأئمة عن ذلك كما قال الإمام الشافعي خلفت بالعراق زنادقة أحدثوا شيئا يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن دالة الصوفية زمان في العراق أول ما جوا بيقلوا يدقوا الطبل وكذا ويرقصوا وسخلنا خلال جيبوا الفتاة دال بتاعنا نحن لكن دا كان بيقولوا قصايد في الزود ورغم أنهم كانوا يقولون قصايد في الزود إلا أنها محدثة وبدعة وضلالة وتصد الناس عن القرآن حذر منها الشافعي عليه رحمة الله الليلة الصوفية قصايد مليئة بالشرك بالله عز وجل لا تخلو قصيدة في الغالب الأعام الأكثر إلا ومليئة بالشرك قصيدة معروفة ما في سودان إلا يحفظها مصر المؤمنة بشنو بأهل الله مصر دي مؤمنة بمنه ديفيزل بغالدنا دعمنا نحن كتبنا نحن مصر المؤمنة دعمنا البرعي مصر المؤمنة منه مؤمنة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال لإيلا في قريش إيلا فيه من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعمهم من جوع وآمنهم من خوف دمنه ده الله ديل ما أهل الله شأن الصوفي الضال المضيل ما يغش شك ما يغش شك البرعي ما يغش شك وواجب على المسلمين الذين عرفوا الحق وعرفوا الدين الصحيح التوحيد الحق أن يحذروا من هذا الضال المضيل البرعي لأنه ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخل هذا الضلال بهذا المضيل إلى بيوت المسلمين البرعي ما يخلو بيت إلا وأنهم يعتقدون فيه أنه من الصالحين وأنه من الذابين عن دين سيد المرسلين وهو من أعداء ومن ألد أعداء دين نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه يحاربه باسم الدين ويحاربه باسم محبة الصالحين وكذب عدو الله لأنه لا يحب الصالحين لأن الصالحين الذين هم يعبدون الناس لله عز وجل ويرشدون الناس إلى عبادة الله عز وجل ويحاربهم ويحذر منهم ويقول كم ناكرا ذات في نكرانه عفص الشيخ طلع مصرانه يتقالوا أنكر شنو أنكر الرسالة بتاعت النبي ما أنكر رسالة النبي أنكر صلاح الصالحين ما أنكر صلاح الصالحين أنكر إن الصوفية دائل إنه يكون على الحق وأنكر إنه الدين بتاع الصوفية كونه الشيخ بالحق والشيخ بنفع والشيخ بضر وكله قال الكلام ده باطل لما انتنكر الكلام ده قال لك الشيخ بيحفظك بيطلع مصرانك وكذب الشيخ ده بيشتغل بيتين خسران الايام دي ولا شنو الشيخ الصوفية دين بيحفظ الزول ويطلع مصرانه انا طوالي قاعد اقول الكلام ده انا متبرع السعداء اللي الشيخ يحفظني يحفظني ويطلع مصراني ما بيقدر يا اخي ما بيقدر قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما في حاجة ما يغشك ساي يقول لك لو يتكلمت في شيخ بيعوج حنكك ويجي واحد صوفي غاشنو يقول لك ده لك ده ما عدل بتكلموا في الصالحين حديهم ساقع السع ما بيجينا طولنا طولنا شديد قاعد نتكلم بفضل الله لا بيقودنا ولا بيحولنا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص وان يعيننا على قول الحق لكن ما حصلت لنا اي حاجة الحمد لله امورنا ما شكويسة تمام والحمد لله عز وجل فما عندهم حاجة الصوفية ما عندهم حاجة الصوفية زهدوا الناس في القرآن زهدوا الناس في القرآن التجانية قالوا عندهم اسم صلاة صلاة الفاتح قالوا تعدل القرآن ستة الاف مرة كما في كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد التجاني صفحة ستاشر اول سطر في الصفحة قالوا وقوله صلاة الفاتح تعدل ستة الاف ختمة من القرآن ثاني باقي لك في تجاني القرآن? ما بيقرأ القرآن. يجيب لك المديح يسمع ينطرب يرقص لغاية الساعة واحدة بالليل ينوم يخلي صلاة الصبح ما يصليها. وبعد ده كله يجي يقول لك نحنا ناس الدين. ونحنا حفظنا القرآن. ده القرآن الرجيز ده. فتم توم حمدنا النوم. وفتم شط حمدنا النطة. سخلنا خلاص جيبوا الفتة. ووو. سار الليل للقرد قرش. لا لوب وفرش. اسمه الحبوب. اسمه الاغبش عنده حصانة ما بيتفتش. كاربته العالية بتحلقتش. ده الدين. الرسول كان بيقول كده. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الله بالطريقة دي. يلا تنزمه ما تفكر كده شوية. الآيات خلينا من ناسع بس. بل عقول ساي. الآيات حجة. والاحديث حجة. لكن من غير مزول يرجع للآية والحديث. بيعرف انه دين الصوفية ده الدين باطل. لانه الرقيس واكل. وشبع. ونطس ساكن. ما فيه اي اهد الله. دين بتاع نطيف. ودين بتاع دعوة الى الشرك بالله عز وجل. واجب على المسلمين انه يحذروا منه. ويحذر منه. يحذر منه. كما حذر منه الايمة. والدعاة من قبلنا. ونحن نسير على مسيرهم. ونحن نسير على منهاجهم باذن الله سبحانه وتعالى. فالصوفية جهالة. وعطالة. وضلالة. كما قال ذلك الامام الترطوشي عليه رحمة الله المالكي. صوفية ده ده دين باطل. وكما مصدقني الكلام ده. ارجع تفسير القرطبي. تفسير العاية من سورة تاهة ارجع. شوفها. القتالة قبل. فده دين الصوفية. دين بتاع الشركيات. في الليلة الهادي. بنادي سيادي. جملة وفرادي. قومي يا اخي. ناديهم لي. رجال الله. البزيل البي. وغير من الشركيات تقول لا كذب. يكذب الواقع. يكذب الواقع. رجال الله اللي قلتهم ديل. اكان بيزيلوا لبك. كلامنا ده عاجبك. ما يزيلوه. ولا ما عندهم حاجة. ما عندهم حاجة. ده الجواب الصح. الجماعة بتاعينك ما عندهم اي حاجة. ما عندهم. ولا اللي ورون بيان بالعمل. دايرين بيان بالعمل من الصوفية. اللي بيّنوا فوقنا نحن ديل. ما في. ما في كلام زيدا. ما في كلام زيدا. وان يمسسك الله بضر. فلا كاشف له الا هو. وان يريدك بخير. فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعم بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء. لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء. لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامة ديفية الصوفية والمدلقنين. وكل امة الدعوة. وامة الاستجابة. كلهم لا يستطيعون ان يجلبوا اليك خيرا. او يدفعوا اليك عنك ضرا. الا ان يكون الله سبحانه وتعالى قد كتب لك ذلك. ما في ما فيه صوفي بيقدر يعمل لك حاجة. كذا ما تتغشب الصوفية. وما تتغشب البرعي. والمدايح بتاعت البرعي. التي ضلل بها كثير من الناس. نحن نقول نحن نقول هذا الكلام. تحذيرا للمسلمين. من هذا الشر الذي ينشره الصوفية. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم عن عمي يحمد برحمة الله.